أعلن القائد العام للبحرية الروسية أن الغواصات النووية ستجري تدريبات تشمل إطلاق صواريخ بلستية القائد الروسي أوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما يعرف بسياسة الردع للتالوث النووي وأكد أن التدريبات ستستمر وخصوصا في منطقة القطب الشمالي التي يعتبرها منطقة استراتيجية لموسكو مع تصاعد التوتر الروسي الأمريكي فوق البحر الأسود وإعلان روسيا إجراء مناورات بحرية نووية نطرح مقارنة بين حجم الترسانة النووية الروسية مقابل الأمريكية بينما تستمر التوترات الأمريكية الروسية نشرت واشنطن مقطع فيديو يظهر اعتراض المقاتلات الروسية مسيرتها فوق البحر الأسود ترجمة نانسي قنقر والمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل الشرق أندريه كارسانوفا أندريه لنبدأ بموضوع المناورات النووية الروسية ما التفاصيل لديك في هذا الشأن؟ نعم عبد الرحمن تحييتي ببداية هذه المناورات المشتركة ستنفذ من فترة 15 حتى 19 مارس الجاري وهي تأتي في إتار التفاهمات الثنائية بين روسيا وإيران والصين وكما كشفت في البداية وزارة دفاع الصيني وبعد ذلك كشفت عن هذه المناورات وزارة دفاع الروسية هذه المناورات تهدف لتعزيز تعاون البحري وتنسيق الخطوات من قبل الصفن المشاركة في هذه المناورات يعني من أجل محاربة القراصنة هذا أولاً ومن أجل تعزيز تعاون الثنائي بين الصفن المشاركة في هذه المناورات طبعاً قبل فترة وتحديداً عبد الرحمن في نهاية فبرائر الماضي روسيا أجرت مناورات مشابهة في قبل سواحل جنوب إفريقيا بالتعاون مع جنوب إفريقيا والصين وهذه المناورات الجديدة التي تستمر حالياً في خليج عمان هي تشابه هذه المناورات وتشارك فيها عدد من الصفن الروسية في الحقيقة الجانب الروسي لم يكشف تفاصيل كثير عن هذه المناورات وعادة الصفن التي تشارك فيها لكن هناك فرقات وصفن حربية تشارك بالفعل في إطلاق النار بالتعاون مع الجانب الصيني والجانب الإيراني نعم عبد الرحمن طيب أندري أيضاً بنسبة لتطورات المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود هل من ردود فعل جديدة في هذا الشأن أيضاً؟ نعم عبد الرحمن بالفعل حتى الآن الجانب الروسي مستمر في تعليقات على هذه المسيرة التي أسقطت في مياه البحر الأسود ويعني في التصريحات الأخيرة لأن أنطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماري زخاربا هي شدت على ضرورة تنطقق نوات الاتصال بين الجانبين الروسي والأمريكي مفتوحة لكن في نفس الوقت زخاربا أشارت إلى أن روسيا ستحمي مصالحها طبعاً أيضاً دميتري ميدفيديف وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أيضاً شدد على ضرورة أنطق قنوات الاتصال بين واشنطن وموسكو مفتوحة لكن في نفس الوقت عبد الرحمن قال أن الجانب الأمريكي تجاوز كل خطوط حمراء ممكن في هذه الحادثة طبعاً البنتاجون نشر وعارض لقطات الفيديو يزعم لهذا الحادث في مياه البحر الأسود لكن كما قالت وزارة دفاع الروسية الطائرة بدون طيار كانت تقترب من منطقة حصاصة متعلقة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكراني هذا أولاً وثانياً أن الطائرات من تراز سوء 27 لم تقوم بأي منورات خطيرة في هذه المنطقة حالياً عبد الرحمن يذر الحديث كثيراً في الأوساط الروسية العسكرية عن خطوات مقبلة لإنتشال أو إخراج هذه المسيرة من عمق البحر الأسود لكن هناك اعتراضات من قبل الجانب الأمريكي لهذه الخطوة كما كشف البنتاجون هناك مخاوف أن تكون هذه المسيرة في اليد الخطأة كما يقول الجانب الأمريكي لكن هذا الحادث أثبت أن من الضروري أن تققق قنواتها التي تصبح مفتوحة وهناك نوع من التوتر كان واضحاً قبل التصريحات الصادرة من موسكو وواشنطن طيب أندري هناك خبر عاجل قبل قليل وورد إلينا أن وسائل الإعلام الصينية تتحدث عن زيارة للرئيس الصيني إلى موسكو ما بين العشرين والتاني والعشرين من مارس أي يوم الأحد من الأسبوع القادم أو الأثنين حدثنا عن ما نقلته وسائل الإعلام عن هذه الزيارة التي طالما كانت تتردد منذ فترة طويلة تقريباً وسائل الإعلام الروسية يعني نعم عبد الرحمن حتى الآن الجانب الروسي أو تحديداً الكريملين لم يؤكد مواعد هذه الزيارة للرئيس الصيني إلى روسيا لكن هذه الزيارة مبرمجة منذ فترة وكان يدور الحديث عنها منذ فترة طويلة نحن كنا نتابع هذا الملاف مع عدد من خبراء ومتابعين من مجلس الدوم أيضاً يعني كشفوا لنا في التصريحات للشرق عبد الرحمن أن مجلس الدوم كان يستقبل وفود السينية منذ منتصف هذا الأسبوع يعني وفود السينية كانت تأتي وتجري مشاورات مع عداء مجلس الدوم الروسي منذ منتصف هذا الأسبوع هذا أولاً ثانياً هناك نوع من محاولات سينية للعب دور وساطة فيما يتعلق بالحوار بين فلاديمر زيلانستي وفلاديمر بوتين وهناك نوع من خطوات من قبل الجانب الصيني في هذا الاتجاه حتى الآن من غير معروف أو من غير مؤكد إذا الرئيس الصيني بعد هذه الزيارة سيجري مباحثات مباشرة مع ضاديمر زيلانستي لكن كانت هناك اتصالات بين وزري الخارجية الأوكراني والصيني قبل أيام على كل حال أندريه لازلت العواجل تأتي بشأن هذه الزيارة شكراً لك من موسكو مراسل الشرق أندريه كيرسانوفا شكراً لك